بنظرات الحصر هذه تقف خالتي غانية صاحبة 86 عاما أمام أثاثها المترامي في الشارع بين ليلة وضحاها وجدت نفسها من دون مأوى في عمري 86 سنة درت 30 سنة تعليم 8 سنة كنت مراقبة عامة في السيام ثابت بنقورة ما كانش فيه ساكن سكنوني أمينا في 1993 كنت في الكاهينة أقل جيسات سكنوني في ثابت بنقورة أمينا في 1993 أنتنك السيور بن جينغال دت الكاهينة كملكة مفتيشة عامة مفتيشة للفنون الجميلة أما دخلت التقعود من نفسها كنت أخذها نتخاذ حاولت ندير ما قرر أمري ولكن الظروف المادية ما تسمحت ليش كانوا عندي مشاكل أخرى يدري بيهم غير الله سبحانه وعز وجل لا أب ولا أخ ولا حتى زوج يقف سندا وراء هذه المرأة المسنة التي أثنت عمرها في تربية الأجيال نطلب من السلطة المعنية حل هذا الوضع ويقفوا 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 30 سنة من التعليم لم تشفع لهذه الأستاذة في تأمين حياة كريمة وصقف يأويها ما جعلها تستنجد بالسلطات المعنية لإيجاد حل لحالتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر